موسيقى سقل المواهب الثقافية الموجودة في قطاع التربية وإعطاء وجود للبعد الفني في النظام التربوي الجزائري ذلك ما دفع باستحداث مشروع البكالوريا الفنية اتفاقية إطار أبرمت بين قطاعية التربية والثقافة لتجسيد هذه البكالوريا التي تم عرضها خلال مجلس الوزراء السنة الماضية انضاء اتفاقية إطار بخصوص البكالوريا الفنية التي أقرأها السيد الرئيس الجمهوري السيد المجلس تبون والتي تهدف إلى سقل المواهب الموجودة في قطاع التربية الوطنية وكذلك ترقية البعد الفني وإعطائه وجود في النظام التربوي الجزائري وكذلك تحضير المستقبل لتسمين ما يعجبه القطاع من قدرات فنية وسقلها تقوية التربية الفنية في الوسط التربوي يأتي من خلال تكوين بداغجي في المجال الفني تكوين يساعد التلميذ المتمدرسين على اكتشاف مواهبهم ويسهل اختياراتهم الدراسية نحن كطرفين في الاتفاقية نلتزم بالتحقيق الأنجع لبنود هذه الاتفاقية والاطلاع بما جاء بها فيها من مواد سيما فيما يخص ضمان التكوين البداغوجي المتخصص في المجال الفني وكذلك وضع الآليات التي تسمح باستكشاف تلميذ ذوي المواهب ومرافقتهم تربويا علميا وثقافيا الرصيد التاريخي والثقافية الكبير الذي تحوزه الجزائر من شأنه تشجيع التلميذ على التخصص في المجال الفني تخصص يجعل من الوسط الدراسي مجتالة لتنمية المواهب وطنيا